السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا اول حاجة بتتقلي انا بعرف اخس بس في مشكلتي اني ما بعرفش اسبق يعني ما بعرفش افضل رفيعة بفضل اول ما برجع اكل كل الاكل تاني بدخن تاني المشكلة دي على فكرة مش سهلة يا جماعة يعني نعمل مجهود وخس وبعد كده ارجع زيد تاني دي طبعا بتبقى شيء محبط جدا 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 وده السبب رئيسي في اني ناس كتير جدا لا بتكمل في الدايت ولا بتخس اصلا انا واحدة من الناس قبل ما ابدأ الدايت كان دا اللي بيدور في دماغي هل انا لو بدأت اعمل لنفس نظام هفضل طول عمري عايش عليه عشان ما تخنش تاني دي حاجة الحاجة التانية هل انا هفضل طول عمري اسيرة للاكل الصحي او اكل انا مش حباء او انا هفضل ماشي بورقة واكل انا واحدة من الناس اللي ما عرفش تقوليلي اكل ايه امتى دي حاجة صعبة جدا جدا اني انا انفزها يعني انا شخصيتي ما اقدرش يأكل غير الحاجة اللي نفسي فيها ما اقدرش يأكل غير الحاجة اللي جاية على مزاجي وطبعا ناس كتير كده وده كان سبب رأيسي باني ما اقدرش ابدأ في نظام غذائي الا لما ادرسه كويس قوي علشان كده هو ده اهم سبب من اسباب دراسة التغذية عشان خاطر نقدر نتعلم ناكل ايه امتى تمام اول هدف اول حاجة في الدنيا تقدر تخلينا نقدر نسبت وزننا هو الهدف بتاع التخصيص انا بخص ليه كل الناس هدفها يعني انا قبل كل ما قبل حد يقولي انا عايز اخص 10 كيلو انا عايز اخص 20 كيلو انا عايز اخص 15 كيلو محدش قال لي ليه عايز يخص ودي اهم حاجة الهدف مش اني عايز اخص كام كيلو الهدف انا ليه عايز اخص الهدف ان انا عايز اخص عايز اخص عشان البس بستان معين ده مش هدف عايز اخص عشان اروح بمكان معين ده مش هدف عايز اخص عشان الصيف والبس ويبقى شكل حلو في اللبس الصيف يواجه بعد كده ساعة الشتة بوز الدنيا ده برضو مش هدف الهدف يعني هدف طويل المدى يعني هدف يعيش معايا لأمره كله يعني هدف ما يتغيرش مع مرور الزمن بمعنى أنا نفسي واحدة من الناس اللي لما جيت أخس كنت عايز أخس عشان إيه كنت عايز أخس علشان شكلي يبقى حلو علشان أنا نفسي أبص في المراية أرضى عن نفسي علشان أشوف أي حاجة في الفاترينات ألبسها من غير ما يبقى في أي عوائق ودي كان هدفي أنا الأساسي كان هدفي أني لما أبص في التلفزيون ولما أشوف فستاني عجبني أقدر أجيب زيه وألبسه ما يبقاش العوائق فيه مش في الفستان طبعا دي مشكلة اللبس دي بتبقى مشكلة ناس كتير قوي خاصة للبنات تمام؟ بالنسبة للأكبر شوية هدفي أن صحتي تبقى أفضل لما أكبر هدفي أن رجلي أقدر أمشي عليها من غير متعب أروح أي مشوار أتفسح أي فصحة ما أقدرش ما يبقاش عندي معاناة رجلي وضهر وجسم زي كل المليانين لأن جسمي شايل أكتر من طقته هدفي لو عندي سكر أني أقدر أبقى منتظمة في السكر وما أتعبش هدفي لو عندي ضغط أني مش دايما أدوخ واتعب أقدر أتغلب عن المرض بالأكل آه الأكل أصلا سبب المرض وسبب المعافية أقدر أتغلب على السكر الضغط السمنة ألم الظهر ألم الرجل كل ده بيجي بالأكل أقدر أتغلب على تسقط الشعر بالأكل أقدر أتغلب على مشاكل البشرة برضو بالأكل يا جماعة الأكل بيعمل عامل مهم جدا 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 في حياتنا هو إحنا لما بنتعب مش بناخد عقاكير العقاكير دي عبارة عن إيه؟ مجموعة فيتامينات وحاجات من الأكل ممكن نلاقيها من الأكل يعني مثلا فيتامين سي بناخده في الأورنج بناخده في اليوسيفي بناخده في اللايمون وليه عوامل كتير جدا الجرجير مفيد للشعر مفيد لحاجات كتير أنا طبعا مش هتكلم بمصطلحات طبيعة تمام؟ لإني أنا مش طبيبة بس كل اللي هتكلم به بالطريقة اللي نقدر كلنا نفهمها ونستوعبها بس كل اللي أنا عايزة إن إحنا يبقى عندنا هدف صح هدف رئيسي هدف ما يوقفنيش في يوم من الأيام يبقى إحنا كده حطينا أهداف تعيش معنا لأمر كله كل ما ببص في المراية أنا هدفي مش إني خلاص خلصيت خلاص شكرا لا أنا هدفي من الأول إن أنا أبقى كذا أبقى شكلي كذا أعمل كذا صحتي تبقى بالشكل الفلاني يبقى إيه؟ ده الهدف ده الهدف اللي إحنا لازم نسبت عليه هو ده الهدف اللي هيخلينا نسبت على الوزن ده لإني بعد كده هنلاقي نفسينا طول ما إحنا حطين الهدف ده قدام عينينا هنخاف من أي زيادة هنخاف من أي طبويز دي أول حاجة تاني حاجة بقى ودي أهم حاجة برضو إن أنا محرمش نفسي وأسرها يعني أنا مش هعيش أسيرها طول عمري للدايب طول ما أنا حرمة نفسي الإنسان بطبعه ما يقدرش يعيش مقيد ما يقدرش يعيش مقيدة بإني أكل حاجات معينة أكل لستة معينة من الأكل ده ممكن يخليني لو أنا وزني عالي قوي وعايز أخس المدة طويلة مش هكمل طول ما أنا حرمة نفسي من حاجة هفضل عد الأيام اللي أخلص منها الدايب عشان أكلها وده طبعا إحنا مش عايزينه أبدا الحاجات دي كلها بتفرق كتير قوي يعني مثلا أما يبقى نفسي في حاجة لازم أكلها ما ينفعش إن أنا مش هتموتني عوالله مش هتموتني يعني مثلا لو أنا نفسي في دي أبيض و أنا منع دي أبيض في الدايب لأن إحنا في الأول بنمنع دي أبيض عادي إيه يعني لو خلتوا يوم فري لازم يكون في يوم فري جابوا لي حاجات حلوة وأنا ضعيفة قدامها وأنا ممكن أخبيها أشيلها الواحدة كده في يوم الفري وأبقى باكل اللي نفسي فيه وما بوستش نظامي مثلا أنا نفسي في جونك فود وأنا عارفة إنه غلط وعارفة إنه مش صحي أنا مدمنة لحاجات دي الناس اللي كده محتاجين إنهم شوية شوية على نفسك شوية شوية على عصابك أنا عايزة أخس بس مش عايزة أموت نفسي عايزة أخشت وعيش فيه فرق بين إني أخس وأفضل ضغطة على نفسي فترة الضيت كده هيبقى أنا عاملة نفسي كمية حرمان فضيعة أجي بعد كده ألاقي نفسي فتحة على البحري ومش عارفة أوقف وده خطر جدا 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 عايزين نرايح نفسنا عايزين ناكل بزكاء ناكل بزكاء إزاي أنا مثلا واجبتي حتة جبنة وبيضة ونصر غيف ده مثلا يعني أنا مش بدي لسه أمثلة للوجبات ولسه مش بقول هنعمل إيه هنقطع مثلا شوية خيار كده حلوين في طبق شكله حلو هنقطع البيضة بشكل جميل ونحط لها في الفلسمر وملح ومش عارف إيه هنحط الجبنة كده بشكل لذيذ هعمل لعيني واجبة ترتاح لها واجبة شكلها حلو واجبة تريحني نفسيا عيني تاكلها قبل بقي ده بيعمل لنفسي حالة يعني عارفة بدل ما اكتئاب أنا هاخد ده على ده على ده سندودش وقه ده كلها وحس إن أنا مكلتش أنا هحس نفسيا إن أنا مكلتش وفعلا ليه لإن عيني مكلتش مخي ما وصلوش رسالة إن أنا أكدت واجبة تمام ده إيه مع وضوع إن إحنا نرايح نفسنا أتعلم بقى أكون واجبتي بشكل صح واجبتي طول ما هي متقسمة بالشكل الصح وهنتعلم في فيديو تاني إزاي نتكون واجبة صح أنا هشبع وهرتاح نفسيا وحس إن كنت من كل حاجة لازم نغير شوية عداد العداد دي لازم 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 تتغير وتتغير بشكل جزري يعني مش أغيرها لفترة الدايت بعد كده أرجع أغيرها تاني للعاداد السيئة طبعا العاداد دي هنتكلم عليها برضو في فيديو تاني علشان خاطر هي عاداد كتير قوي إحنا للأسف المصريين عندنا مجموعة كبيرة من العاداد الخاطئة وده اللي بتسبب السنة بشكل كبير بالنسبة للأكل بقى أنا بياكل كل اللي نفسي فيه بس هنحاول نبدل الأكل اللي فيه بدائل مش صحية ببدائل إلى حد ما أفضل شوية أنا مش أقول لكم نجيب مكارونا شوفان عشان نعمل مكارونا بالبشا مل ونجيب مش رفق لا 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 إحنا هنعمل في حدود المتاح اللي نقدر نستفيد منه ويستمر معانا وما يكلفناش بمثلا هنعمل محشي هنقدر نعمله محشي دايت ويبقى طعم المحشي العادي بس استبدلنا حاجات بحاجات طلعتلي حاجة كم تمام هنقدر نعمل مكارونا بالبشا مل برضو هنعمل نفس المشكلة هنبدل حاجات بحاجات ونقطر من الحاجات اللي مش هتخنى ونقلل من اللي هيتخنى ونعمل واجبة معقولة حاجات كتير بقى إيسوا على كده واجبات كتير قوي 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 إحنا كنا بنعملها يعني لا نهوي لها بال زي ما بيقولوا أو ما بنقودش بالنا إحنا بنعمل إيه أو بنحط إيه تمام هناخد بالنا بس هنركز هنركز إزاي بنعمل الأكل إزاي الأكل اللي إحنا بنكله دا بنكله إزاي بس ها هو الموضوع كله في التركيز وفي تكوين الواجبات وفي الطريقة اللي بتعامل بها مع نفسي إحنا مش عايزين نحرم نفسنا كل اللي إحنا عايزينه إن إحنا ناكل بذكاء نضحك على معدتنا بس على فاكرة أنا عايز أقول معلومة مهمة جدا الشبع مش بيجي من المعدة الشبع بيجي من المخ يعني أنا مثلا المخ بيجبع في خلال 20 دقيقة بالظبط لو أكلت في 20 دقيقة دي روبا يا رغيف بالروحة جدا قدام التلفزيون بهدوء وركزت مع طعم كل أكلة كل حتة وكلت شوية خضار روحة جدا هجبع ولو كلت عشر ترغفة برضو هجبع في خلال 20 دقيقة يعني دي هتبقى زي دي بس الفكرة في إيه في طريقة الأكل العداد اللي هنغيرها هقولها الفيديو الجاي انتظروني نورتوني في قناتي بس كل اللي عليكم عايزكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد وإن شاء الله هنبدأ نعرف تفاصيل النظام من الفيديو الجاي وهنعرف من العداد الخاطئة وهنعرف حاجات كتير قوي عايز أقولها لكم وهنتعلمها يلا بينا نورتوني السلام عليكم اشتركوا في القناة